لماذا ماريات؟ نقدم لك فكراً صناعياً مميزة تمر عملية الاستثمار في القطاع الصناعي بأربعة مراحل نستعرضها فيما يلي المرحلة الأولى مساندة المستثمر في الحصول على أرض صناعية في أحد المدن الصناعية بالمملكة والتي يوجد بها أربعة وثلاثون مدينة صناعية متكاملة الخدمات تحت مظلة هيئة المدن الصناعية الإشراف على الأعمال والمخططات الهندسية تبدأ من الرفع المساحي ومن ثم المخططات المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية إمداد المستثمر لمخطط ثلاثي الأبعاد للمصنع خارجياً وداخلية وكذلك المعدات وخطوط الإنتاج وتوزيعها بالمصنع مساندة المستثمر في الحصول على تمويل من أحد الجهات الحكومية المختصة إذا رغب في ذلك الإشراف على تنفيذ المباني وذلك بعمل زيارة للمشروع لمتابعة التنفيذ حسب المخططات المعتمدة رحلة الثانية المعدات وخطوط الإنتاج تتحالف ماريات مع أفضل الشركات والمصانع الأوروبية والأمريكية المتخصصة في خطوط الإنتاج وأنظمة التعبئة والتبريد والأجهزة الخدمية المساندة للمصانع تقديم الأسعار المناسبة للعملاء وفق الجودة العالية وكذلك طريقة دفع مناسبة للعملاء المحافظة على العميل واستثماره وعدم إدخال العميل في المخاطرة وذلك بالشراء المباشر مما يسبب لا قدر الله قوع العميل في أي تحايل أو اختلاف في المواصفات أو جودة متدنية متابعة إجراءات تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج إلى أن يتم الانتهاء منها واستلامها حسب المواصفات المعتمدة قبل الشحن من المصنعين تتكفل ماريات بكافة الإجراءات والمتابعة الخاصة بالنقل والشحن الخارجي والداخلي وكذلك الإجراءات الجمركية والتأمين حتى وصول المعدات لمصنع العميل مساندة المستثمر في إعطاء المقاسات والمواصفات اللازمة لجميع موردين مواد التعبئة من كرتون، ليبل، شرينك إمداد المستثمر بكافة مصادر المواد الخام داخلياً وخارجية لتوفير تكاليف المشتريات مساندة المستثمر في تصميم العبوة الخاصة بالمصنع وكذلك بالمشاركة في تصميم المنتج وطرح الأفكار المناسبة المرحلة الثالثة ترتيب وصف المعدات في مواقعها المحددة حسب المخططات عمل جميع التمديدات اللازمة بين جميع المعدات لجميع التوصيلات تركيب المعدات بعد إنهاء جميع التوصيلات التشغيل الأولي لجميع المكائن والمعدات خطوة بخطوة التشغيل الأولي بعد ربط جميع المعدات مع بعضها التشغيل الأولي للمصنع لمدة ثلاثة أيام متكاملة التشغيل التجاري لمدة شهر متواصل جميع خطوات التشغيل الأولى والتركيب تحت إشراف الخبراء الأوروبيين من المصانع المنتجة جميع تكاليف الخبراء من سكن ونقل دولي ومحلي وإعاشة وتذاكر وتأشيرات من ضمن تكاليف المشروع ولا يتحمل المستثمر أي أعباء مالية إضافية تدريب فنيين العميل على التشغيل لمدة شهر وأعمال الصيانة الدورية وأعمال تركيب قطاع الغيار المستهلكة المرحلة الرابعة ما بعد البيع ضمان شامل للمعدات ضد أي عيوب صناعية لمدة عام تقديم خدمات الصيانة بعد نهاية الضمان بأسعار منافسة تقديم خدمات الصيانة مجانا أثناء فترة الضمان تأمين كافة قطاع الغيار الطارئة خلال مدة وجيزة تأمين كافة قطاع الغيار المستهلكة مباشرة للعميل عند طلبها وبأسعار مناسبة مساندة العميل بالفنيين والمشغلين أثناء تشغيل المصنع في الحالات الطارئة على فنيين المصنع لا قدر الله سرعة الاستجابة في حالات حدوث الأعطال لا قدر الله عمل زيارة دورية أثناء فترة الضمان للوقوف على مشروع المستثمر واحتياجات المعدات وتقديم المشورة المناسبة ترجمة نانسي قنقر